قمة دول العشرين في نيودالهي يمكن دي القمة رقم 18 خلال الـ 24 سنة اللي فاته من وقت ما تم تأسيس مجموعة العشرين Group of 20 سنة 99 ويمكن دي أول مرة تعقد هذه القمة في الهند وفي جنوب أسيا بطبيعة الحال خلينا نحاول نعرف أكتر حول هذه القمة وخصوصا شعارها الرئيسي والهام مش بس ظهرت اللوتس وإنما أرض واحدة عائلة واحدة معانا على الهواء مباشرة الزميل العزيز علاء رشوان موفد تلفزيون المصري من نيودالهي عاصمة الهند وزميل علاء يعني من مبارح على ما يبدو أنه يبزل كل الجهد الممكن البنى معاك وإليك يا علاء تحياتي إليك زميل العزيز يوسف بالفعل قمة كما أشرت هامة للغاية ليس فقط من أجل الشعار الذي اتخذته هذه القمة واختارته الهند تحديدا أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد وإنما أيضا تأتي أهمية هذه القمة في ظل تحديات وتدعيات اقتصادية قاسية يمر بها العالم بأسره ليس فقط الدول النامية أو دول الجنوب وإنما أيضا دول مجموعة العشرين التي تعد الدول الصناعية الكبرى في العالم والتي تحدد مسارات الاقتصاد العالمي بشكل عام الكل إذن في قارب واحد سواء دول نامية دول في الجنوب أو دول متقدمة من هنا جاءت أهمية هذه القمة حينما استشعر الجميع كل الأطراف في الشمال وفي الجنوب في الشرق وفي الغرب قساوة التدعيات السلبية للاقتصاد العالمي بشكل عام الذي تأثر بأزمات عدة ليس فقط أزمات سياسية وأمنية وعسكرية وإنما أيضا أزمات اقتصادية وتنموية ربما كانت هذه هي الدوافع لكل القادة المجتمعين نحو ثلاثين رئيس الدولة ورئيس وفد حكومي عالي المستوى حضر هذه الاجتماعات استشعر الجميع هذه الفداحة وهذا الظرف الدقيق كما وصفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا جاءت مخرجات هذه القمة لتعكس إرادة سياسية قوية لدى هذه الأطراف لرسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي نحو التعافي نحو تجاوز التدعيات السلبية للعديد من الأزمات أزمات تغيرات المناخية أزمات الصراعات والتوترات العسكرية والأمنية أزمات أيضا تتعلق بنقص التمويل ونقص استدامة التمويل للعمليات التنموية خاصة في دول الجنوب والقرب الإفريقية يوسف اتركني أن أكون أكثر وضوحا ودقة في سرد عدد من الملاحظات التي خلصنا من خلال متابعتنا طوال اليومين أمس قبل انطلاق القمة واليوم ومن المنتظر غدا أن نتابع بمشيئة الله هذه التغطية تغى على هذه القمة واجتماعات هذه القمة عدة ظواهر أولا غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أنابى عنه وزير خارجياته سيرجي لفروغ غياب الرئيس الصيني الذي أنابى عنه رئيس مجلس الدولة الصيني غياب الرئيسين ترك تساؤلات كبيرة قبل انطلاق هذه القمة لدى المتابعين وربما لدى الوفود الرسمية نفسها ولكن الهند استطعت وببراعة تحاشي وتلافي وتجنب الوقوع في مأزق التجاذبات السياسية والتساؤلات التي لن يكون لها إجابة سوى أن هناك توترات مكتومة بين روسيا والغرب على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية وبين الصين والهند نفسها الدولة المضيفة كما نعلم هناك صراعات حدودية تتجدد بين الحين والآخر في إقليم الهيملايا الأسبوع الماضي الصين نشرت خريطة وطنية للحدود الصينية وتدخل فيها الحدود المتنازع عليها مع الهند ما تسبب في توترات على المستوى الحكومي والأجهزة المعنية بين الدولتين لذا كانت هناك توترات سبقة انعقاد هذه القمة وبدء هذه الاجتماعات ولكن الرئاسة الهندية استطعت ببراعة إلى التركيز على أولفة الانتباه ولفة الأنظار فقط للموضوع الاقتصادي لذا خرجت هذه القمة بمخرجات على الصعيد الاقتصادي غاية في الأهمية أولا انضمام الاتحاد الافريقي إلى عضوية هذه المجموعة لتتوسع هذه المجموعة وتشمل اتحاد افريقي ثقيل بثقل دوله في مواردها الطبيعية مواردها البشرية إمكانياتها غير المحدودة عمليات التنمية المستدامة التي تسير وبسرعة مضطردة ما يؤهل القرى الافريقية لأن تكون شريك قوي وشريك الند بالند لهذه المجموعة ويقف على قدم المساواة مع نظيره الاتحاد الأوروبي ولذا كان هناك ترحيب كبير بانضمام الاتحاد الافريقي لهذه المجموعة وإعلان المجموعة رسميا أن هذه الخطوة كما أشار إليها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة ولكنها خطوة إيجابية سوف تضع أولويات القرى الافريقية على رأس اهتمامات الأجندة الدولية بالنسبة للدول الصناعية الكبرى الملحوظة الثالثة الاهتمام مجددا بقضية التغيرات المناخية وهي القضية التي ركز عليها سيد الرئيس في كل مدخلاته سواء فيما يتعلق باللقاءات الثنائية المتعددة التي عقدها سيادته أو فيما تعلق بالكلمة الهمة التي ألقاها في القمة الأوروبية الإفريقية المصغرة عندما أعاد سيد الرئيس التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد معدلات النمو في كل دول العالم ليس فقط في الدول المتقدمة وإنما بطبيعة الأحوال في الدول النمية السيد الرئيس أعاد التأكيد مجددا على الطرح المصري بضرورة إنشاء صندوق للتعويضات والخسائر يقدم المساندة التمويلية والتنموية والمالية اللازمة للدول النامية ودول الجنوب بشكل عام وهي الدول التي تأثرت بشكل أكبر من غيرها جراء هذه التغيرات المناخية في الوقت الذي لم تتحمل فيه الأطراف المتسببة في هذه التغيرات المناخية والإنبعاثات الحرارية والاعتماد على الوقود الإحفوري لم تتحمل هذا النصيب الأكبر الذي تحملته الدول النامية هذه النقطة تحديدا لقت مساندة ولقت إشادة كبيرة لأنها كانت إشارة إيجابية ومنطقية وموضوعية من السيد الرئيس أيضا السيد الرئيس أكد على أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة التحول إلى الاقتصاد الأخضر التزام الدول الغربية والصناعية الكبرى بتعاهداتها السابقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة وترك الاعتماد أو تقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري الذي يسبب الإنبعاثات الحرارية وبالتالي يفاقم من حدة التغيرات المناخية المشاركة المصرية يعني الحديث يقودنا بطبيعة الأحوال إلى المشاركة المصرية عبر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت إيجابية وفعالة للغاية سواء فيما تعلق بمشاركة سيادته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة الدول العشرين أو خلال القمة الأوروبية الإفريقية المصغرة أو من خلال اللقاءات الثنائية الكثيرة والمتعددة الذي أجراها السيد الرئيس منذ صباح هذا اليوم ربما نشير إلى عدد منها رئيس الوزراء الياباني الرئيس جنوب الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جزر القمر بوصفي رئيسا حاليا للاتحاد الافريقي رئيس منظمة الصحة العالمية تيودور أدهنوم رئيس المفاوضية الأوروبية رئيس المجلس الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو ولقاءات أخرى ربما لا تصعفني الزاكرة للأسف للإشارة إلى إيها ولكن كلها لقاءات كانت تهدف في الأساس إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين هذه الدول وهذه الأطراف من جانب آخر خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصحي والبيئي أو لقاءات كانت تهدف أيضا لتعزيز التنصيق والتشاور بين مصر وبين هذه البلدان وهذه الأطراف فيما تعلق ببحث سبل حالة الأزمات الملحة على الساحة العالمية وعلى الساحة الإقلامية وتوترات باتت تهدد مصار الاقتصاد العالمي الجديد في خلال هذا الخضم للمشاركة المصرية الفعالة كانت هناك على التوازي إشادة بهذه المشاركة وإشادة أيضا بالموقف المصري حيال الكثير من الأزمات أزمة نقص الغذاء والوقود كانت هناك تأكدات من السيد الرئيس على ضرورة حوكمة نظام عالمي غذائي جديد يمكن أن يكون حائط صد بالنسبة لكل دول العالم المتقدمة والنمية أمام أي تغيرات مفاجأة أو أي أزمات أو توترات التي نحن بصددها الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في انقطاع سلاسل الإمداد من الغذاء والطاقة إذن رؤية مصرية وضح حيال هذه النقطة تحديدا نقطة أخرى أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية وهي استدامة عمليات التمويل للمشروعات التنموية في الدول النامية وفي إفريقيا تحديدا وأشار السيد الرئيس إلى أن الحزم التمويلية المالية المقدمة حاليا فقدت أهميتها لزيادة والمبلغة في مشروطيات منح هذه الحزم التمويلية للدول النامية وقال سيد الرئيس أنه يجب إعادة النظر في مصار هذه المنح والمساعدات الفنية اللازمة للدول النامية بما لا يتعارض مع خطط التنمية الوطنية في كل دولة وبما لا يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة في قارة إفريقيا حتى عام 2063 يوسف لا أريد أن أأخذ كل الحيز المحترم منك ولكن دعني أستطلع بعض من أسئلتك إذا سمحت لي والله يا علاء أولا أنا كنت كل أزان صغية وحتى هذه اللحظة وبالمناسبة وأنا لما هسألك هتبقى برضو كل أزان صغية سعيد جدا باللي أنت بتقوله ويمكن صمتي كان لإعجاب بهذه التغطية الرائعة منك ليه وقائع هذه القمة ومن ناحية تثير العشرات من الأسئلة فخليني الأول هسألك على وقع غياب الرئيسين الصيني والروسي عن هذه القمة الصحافة العالمية تحدثت عن هذا الموضوع حديث لا أراه جيدا يمكن أقرب شوية لمسألة شق صف البريكس أو شق صف الحلفاء وما إلى ذلك وكذلك تحدثوا عن أنه هذا يعطي مساحة أكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن للدخول الكبير يعني بالتوصيف الأمريكي الشهير هل لمست ذلك من وقع معيشتك خلال التمانية واربعين ساعة أشكرك جدا يوسف على هذا السؤال بالفعل كانت هناك دعني أكون دقيق في هذا التوصيف كانت هناك توترات مكتومة لدى بعض الوفود خاصة الوفد الهندي وأيضا الوفد الأمريكي على الرغم من أن الوفد الأمريكي وجو بايدن نفسه لم يخفي سعادته بوجوده في الهن وكان ينقص الإشارة أنه سعيد بوجوده في هذه القمة دون الغريمين التاريخيين الصين وروسيا ولكن ربما اللغة الدبلوماسية الأمريكية المعروفة جعلته يقول أنه سعيد بوجوده في هذه القمة الهامة التي تستضيفها الهندي ولكن هذا لا ينفي أنه بالفعل غياب الرئيس الصيني والرئيس الروسي ترك الباب واسعا أمام الوفد الأمريكي وأمام الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة هويتها المفضلة في فرض النفوذ واستعادة ما فقدته من نفوذ لدى هذه المجموعة تحديدا هذا عن الطرف الأمريكي الطرف الهندي كما أشرت كان في غاية البراعة عندما أدار هذه المعركة المكتومة أو الخفية ببراعة شديدة وبهدوء شديد عندما صلت الأضواء على الموضوع الاقتصادي وصلت الأضواء على الإرادة السياسية للمجتمعين لاختطاف المصاري الاقتصادي العالمي مجددا إلى مصاريه الصحيح ودفع عجلة النمو والحديث عن معدلات التضخم ومعدلات البطالة وتسارع أو تباطئ عفوا معدلات التجارة العالمية اختطف كل الأنظار وكل الاهتمام إلى الشق الاقتصادي وأيضا لم يخفي تأكيداته ولم يخفي مخاوفه من أن تتحول هذه القمة إلى ساحة للسجالات السياسية على وقع الحرب الروسية الأوكرانية ولكنه في النهاية نجح في إدارة هذه المعركة وإن كانت معركة غير ظاهرة للعيان أو غير ظاهرة حتى عبر الشاشات وإنما تظهر بجلاء إلى كل المتابعين لكواليس هذه القمة وهذه الاجتماعات الأطراف الإفريقية المشاركة مصر على رأس هذه الأطراف مصر وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاجتماعات دولة الإمارات العربية المتحدة جنوب إفريقيا كعضو يمثل القرى الإفريقية المملكة العربية السعودية أيضا شاركت وبفعالية في النأي باجتماعات قمة العشرين بعيدا عن السجالات السياسية وركزت أيضا هذه الأطراف مجتمعة على الشق الاقتصادي وعلى التأكيد على أن الشراكة الجديدة بين الاتحاد الإفريقي وبين دول المجموعة سوف تسهم في رسم ملامح جديدة كليا للاقتصاد العالمي ليس فقط للجانبين إذن كانت هناك كما أشرت يوسف معركة وإن كانت لا تبدو على السطح ولكن كانت هناك أطراف تعمل بدقة وتعمل بحرص شديد على أن لا تفشل هذه المجموعة في الخروج بمقررات قابلة للنفاذ وربما الطرف الأكثر ربحا في هذه الاجتماعات من وجهة نظر الشخصية المتوضع هو الطرف الإفريقي والاتحاد الإفريقي الذي اقتنص عضوية ثمينة في هذا التجمع الضخم عالميا وصاحب الثقة الاقتصادي العالمي الأول يعني دعنا نشير إلى أن حجم اتبارة العالمية التي مسيطر عليها أعضاء المجموعة يناهز ثمانين في المائة تقريبا حوالي خمسة وتمانين في المائة من الاقتصاد العالمي يعني أولا خليني أشكرك جدا 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 وأتمنى أن احنا نتقابل أول ما ترجع القاهرة بالسلامة بإذن الله لأنه هيبقى في عندي خمسمائة ألف سؤال لن يستوعهمهم البرنامج وهيبقى مهم أن أنا أسمع رؤيتك من وقع معايشة من داخل نيو دالهي الهند أو بهارات باعتبار أنه يعني في إطار أن يصبح هذا هو الإسم الرسمي للدولة أشكرك جدا زميل العزيز علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من نيو دالهي الهند ألف 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 شكر ليك